اشتركوا في القناة في البداية عايزين بس نفتكر اهم نقاط الدرس عشان يبقى يعني انتذكر بعد كده بدرس العراق عرفنا طبعا ان تاريخ العراق القديم ينقسم الى عدة حقب زهر خلالها عدة دول في مجموعة دول زهرت في العراق منها طبعا وبداية هي الدولات السومارية دي كان السومارين كانوا اول الشعوب لسكنة بلاد العراق من حوالي 4000 قبل الميلاد بعد كده جات هجرات من شبه الجزيرة العربية وادرت انها تأسس دولة اللي هي الدولة الاكادية وكانت عاصمتها اكاد عام 2350 استطاع سرجون الاول ان هو يوحد المدن اللي في العراق يعني يجي كلها طبعا الدولة السومارية ما كانش فيها دولة موحدة كانت عبارة عن مجموعة من المدن المستقلة حتى جاء سرجون الاول وتمكن من توحيد هذه المدن وعمل دولة ايه دولة الاكادية كلام ده سنة 2350 قبل الميلاد بعد كده كلمنا عن الدولة البابلية القديمة او البابلية الاولى طبعا لان في بابلية حديثة او تانية من 1880 قبل الميلاد وعرفنا اشهر الملوك اللي ظهروا فيها وهو الملك حمرابي اللي وضع مجموعة من القوانين سميت باسمه قوانين حمرابي وكانت بتتسم بالشدة والصرامة طبعا علشان يحافظ على الامن والاستقرار في البلاد وعدم انتشار الفوضى ومثل نفسه وهو بيتلقى هذه القوانين من الاله شمس اله الحكمة والعدل بعد كده اتكلمنا عن الدولة الاشهرية 1100 قبل الميلاد وخدنا فيها ملك طبعا ملك سيرجون التاني اللي تمكن من مد حدود دولته حتى البحر المتوسط وعرفنا كمان ان الاشهريين كانوا بيهتموا اهتمام كبير جدا بالجيش وكمان حولوا الخدمة فيه الى الزامية ودائمة يعني قبل كده كانت الخدمة الزامية اثناء الحرب فقط بعد كده بكل واحد طبعا بيروح الى عمله لكن في عهد الاشهريين جعلوا الخدمة في الجيش دائمة وقدروا زي ما قلنا ان هو ما يوسعه بلاد ايه العراق فيه كمان كلمنا عن دولة البابلية الحديثة وكلمنا فيها على الملك نبو خز نصر الثاني اللي هو من اشهر ملوكها وطبعا برضو قدر ان هو يوسع حدود بلاد العراق واستولى على الشام ووصل الى حتى حدود البحر المتوسط دي كده مراجع سريع على اهم الدول اللي ظهرت في العراق مظهر حضرة بلاد العراق كلمنا فيها الحياة السياسية والعسكرية شفنا نظام الحكم اللي هو كان عبارة عن مجموعة من الدويلات دويلات المدن كان لكل منها اسرة حكمة الجيش قلنا امتاز بالقوة والبراعة في القتال في فن الحرب وكانت الخدمة العسكرية الزامية ايام الحرب حتى جاء العهد الاشوري واصبح الجيش دائم حال اقتصادية عرفنا طبعا الزراعة والصناعة والتجارة والزراعة دي كانت هي الحرفة الرئيسية عندهم ونشاط الرئيسي عندهم بسبب توفر مقاومتها ممثلة في الانهار نهر دجلة والفراط والوديان الخصبة طبعا الصناعة اشتغر سكان العراق بالكثير من الصناعات وده كان نظر اللي تعدد المواد الخيم بالنسبة بقى للتجارة كانت برضو نشطة وكانوا بيقوم بالتجارة مع بلاد الهند وفارس واسيا الصغرى وبلاد الشام ومصر مستغلين في ذلك موقعهم طبعا المتوسط والمتميز الحياة الاجتماعية مجتمع العراق كان مجتمع طبقي بيتكون من ثلاث طبقات وتأميزت عاداته تقاليد مجتمع العراق بالاداب العامة واحترام كل منهم للاخر في الحياة الدينية قلنا ان كان فيه خصائص تتشابه مع خصائص الحياة الدينية عند المصريين كان منها تعدد المعبودات وكان اشهرها المعبود آنو اللي هو كان كبير الاليه عند العراقيين وخدنا طبعا المعبودة عشتار وربة الحب والحرب وخدنا كمان آية اللي هو إله الحكمة اللي خدنا في قصة الطفان تعرفنا عليه في قصة الطفان وخدنا طبعا الإله شمس رمز الحكمة إيه والعدل كمان من ضمن الخصائص اللي اعتقدوها العراقيين اللي اعتقد في البعث والخلود ودي طبعا كانت نقلا عن المصريين الحياة الفكرية كلمنا فيها على الكتابة وعرفنا أن الكتابة المصمارية اختراعها السومريون وكانوا بيسجلوا بيها الوسائق بتاعتهم وعرفنا إن هي سمية مصمارية لأنها كانت بتكتب على ألواح من الطين الطري بأقلام من الخشب يعني أقلام مدببة كده من الخشب وكانت الحروف بتاعتها تشبه المصمار لذلك سموها كتابة مصمارية الأداب ترك سكان بلاد ما بين النهرين تراث زاخر من الأدب واخدنا طبعا قصة الطفان من الأساطير المشهورة في بلاد العراق العلوم برعوا في العديد من العلوم منها الفلك والحساب والطب والهندسة بالنسبة للحياة الفنية العمارة برضو كانت متنوعة ما بين بناء المدن والمعابد والكسور والنح تتميز بالدقة والمهارة العالية كانوا بيرسموا طبعا الحيوانات المجنحة ونقلوا يعني الشكل دوت عن تمثال أبو الهول في مصر بس هم أضافوا التمثيل عندهم إيه الأجنحة يعني كانوا بيرسموا رأس إنسان وجسم طور زي ما احنا كده في أبو الهول عاملينه على رأس إنسان وجسم أسد بالنسبة بقى للرسم والنقش اهتموا بالرسم والنقش والتصوير على جدران المعابد وتشييد المسلات والنقش عليه تواصلهم الحضاري كان فيه تواصل اقتصادي بيننا وبينهم والدليل على كده الأختم الأسطوانية اللي تم الحصور عليها في جرزة ومحافظة الجيزة ودي بترجع إلى بعض الحضارات اللي ظهرت في بلاد العراق بالنسبة للتواصل الديني كان فيه برضو تأثير بين الأفكار المصرية القديمة في الدين والعراق زي ما قلنا الاعتقاد في البعث والخلود وكمان تعدد الآلهة كمان برضو عبادة عشتار انتقلت إلى مصر في عصر الملك رامسيس الثاني في عهد الدولة الحديثة تواصل ثقافي وفني أخذت بلاد العراق القديمة عن مصر شكل الهرم المدرج في بناء معابدهم يعني كانوا بيبنوا معابدهم على شكل الهرم المدرج وده خدوا مننا وإحنا خدنا منهم فن رسم الحيوانات المجنحة وكمان استخدام الأختام زي الختم الملكي للفرعون حور محب كده خدنا مراجعة سريعة على بلاد العراق تعالوا بقى نبدأ الأسئلة نشوف السؤال الأول بيقول لي اخترق الإجابة الصحيحة ساعد الموقع الجغرافي المتميز للعراق على يطرى ساعد على إيه موقعهم ساعد على إيه الاستقرار وقيام الحضارة ولا قيام الزراعة ولا التواصل الحضاري ولا تقدم العلوم والمعارف طبعا الاختيار صحيح ويريد طبعا انت تقولي الاختيار قبل ما أنا أقوله يعني أنا هحله لك بس انت أي عايزة تقولي الإجابة الأول بحيث تشوف إجابتك صح ولا لا موقع بلاد العراق كان ليه تأثير كبير طبعا في تواصلها الحضاري يبقى ساعد على التواصل الحضاري كانت أغلب الهجرات التي سكنت بلاد العراق القديم قادمة منه إحنا عرفنا الهجرات كان معظمها بيأتي من شبه الجزيرة العربية طب شبه الجزيرة دي بالنسبة لعراقية ترى كانت في الجنوب ولا الشمال ولا الغرب ولا الشرق أكيد طبعا هو الجنوب في سؤال الثالث من مبادئ قوانين حمرابي حمرابي من أشهر الملوك في الدولة البابلية القديمة وليه مجموعة من القوانين زي ما قالت اتسمت بالشدة كان منها معاقبة كل من يخطف الأطفال أو يشهد زور أو يجري عملية جراحية تؤدي لوفاة مريض أو بنا بيتا فنهار طيب الكلام دوت والمبادئ القانونية الحمرابي دي نستدل منها على إيه تقدم العراقيين القدماء في إيه في الفلسفة ولا في الطب ولا الفلك ولا الحساب يعني طبعا هنا الأقرب إلى الاختيار الصحيح طبعا هيكون في الطب وده هنا خدناه من أن كل من يجري عملية جراحية تؤدي لوفاة مريض في الحالة دي طبعا بيتم إيه بيتم معاقبته يعني ده دليل على أن هم كانوا بيتقدموا في علم الطب طب تشابهت الحضارة المصرية القديمة مع الحضارة العراقية القديمة فيما يلي ما عدا يعني فيه ثلاث حاجات من دول تشابهت فيهم الحضارة المصرية مع العراقية بس فيه واحدة ما كانوش بيتشوفهم مع بعض يترى الاعتقاد في البعث والخلود ولا نحط الحيوانات المجنحة التوصل إلى التقويم الشمسي ولا ملكية الأراضي الزراعية طبعا الاختيار هيكون ملكية الأرض الزراعية لأنهم تشابهوا في ثلاث حاجات اللي فاتوا دولت أنهم كانوا بيعتقدوا في البعث والخلود ونحطوا تماثيل مجنحة أو حيوانات مجنحة وتوصلوا إلى التقويم الشمسي ولكن الملكية الزراعية اختلفت في مصر عن العراق ملكية الأرض الزراعية في مصر كانت ملكي فرعون أما في العراق كانت ملكي للأفراد ظهرت فعال ملكية الفردية خمسة اشتهر سكان بلاد العراق القديم بالصناعة نتيجة لإيه؟ تأثرهم بالحضرات المجورة؟ ولا وفرة المواد الخام؟ ولا تأثرهم من الموقع الغورافي؟ ولا اهتمام ملوكهم بالتصنيع؟ يترى نختار إيه؟ طبعا الاختيار هو وفرة المواد الخام لأنه يجلي بتأثر في الصناعة وتؤدي لتنوع الصناعات السؤال السادس التواصل الذي تم في عهد الملك رمسي ستاني مع بلاد العراق القديم كان تواصل إيه؟ فاكرين لما قلنا أن في عبادة انتقلت من العراق إلى مصر في عهد رمسي ستاني عبادة الأليه عشتار طب يبقى ده تواصل اقتصادي ولا سياسي ولا ثقافي ولا ديني طبعا سهل جدا هو تواصل ديني نكمل مع بعض نشوف السؤال السابع كان للمعبد مكانة خاصة في نفوس العراقيين القدماء بجانب وظيفته الدينية كانت له وظيفة إيه؟ المعبد طبعا أوزا كورات كما عرف في العراق كانت ليه وظيفة دينية ولكن مش دينية فقط كان ليه وظيف أخرى أيضا يترى قضائية ولا رياضية ولا ثقافية ولا اجتماعية طبعا هيبقى وظيفة ثقافية كان المعبد أيضا يقوم بوظيفة ثقافية بجانب وظيفته الدينية تمانية حتى تكون جميل لا بد أن تقضي على جمال الآخرين دي يعني حاجة عملها ملك من ملوك الدولة الأشورية يترى الملك ده كان نبو خز نصر الثاني ولا سرجون الثاني ولا سانحاريب ولا حمرابي اللي هو قضى على مدينة بابل ودمر مدينة بابل وأقام مدينة أخرى لتكون عاصمة بدلا من بابل طبعا هو كان الملك سانحاريب وإحنا طبعا في أثناء الشرح قلنا أن احنا ما بنوافقش على هذا العمل ممكن أنا أقيم مدينة جديدة ويعني أجملها زي ما أنا عايز بس أترك المدن الموجودة كما هي مش عشان أظهر أنا جمال مدينتي أدمر الآخرين أو أدمر المدن الأخرى طبعا ده يعني اللي يتفق مع إيه؟ مع يعني الحضارة ومع العلم والتقدم لا يعني ده دليل على الهماجية دليل على عدم تقدير النواحي الحضارية تدل حضاء جبابل المعلقة على تقدم العرقيين الكدماء فيه الصناعة ولا العمارة ولا الحساب ولا النحت حضاء جبابل المعلقة كان من ضمن الحاجات المشهورة عند الدولة البابلية وطبعا دي بتدل على تقدمهم في فن العمارة نشوف رقم عشر كانت هناك علاقات تجارية بين بلاد العراق القديم وبلاد أو بين البلاد الأسيوية المتخمة من هذه البلاد خد بالك المتخمة يعني اللي جنبهم على طول العلاقات التجارية بين العراق وبين بلاد أسيوية جنبهم يا ترى دي كان اليمن ولا بلاد الشام ولا بلاد الهند ولا بلاد اليونان كلام ده ينطبق على ايه طبعا ينطبق على بلاد الشام طبعا لان هي المتاخمة لهم المجورة ايه ليهم نشوف السؤال اللي بعد كده كده طبعا اسئلة اختار خلاص خلصناها نشوف بقى السؤال بما تفسر يعد الملك سيرجون الثاني منفزا للفلسفة العسكرية للدولة الاشورية في الحالة دي بنكتب ايه طبعا الدولة الاشورية الفلسفة العسكرية للدولة الاشورية اللي كانت بتعتمد على الجيش بشكل كبير وما كانش فقط الجيش وظيفته انه هو يأمن البلاد ولكن كمان توسيع حدود البلاد في قام الملك سيرجون الثاني بتوسيع حدود العراق حتى وصل الى البحر المتوسط ساحل البحر المتوسط يبقى هو هنا فعلا نفز الفلسفة العسكرية للدولة الاشورية لانه استخدم الجيش في توسيع حدود دولته ووصل الى حدود البحر المتوسط سؤال الثالث برهن على صحة العبارة الاتية كان للملك نبوخز نصر الثاني اثر واضح في تاريخ العراق القديم يا ترى الملك ده عمل ايه علشان يبقى ليه اثر واضح في تاريخ العراق القديم نبوخز نصر طبعا بيعتبر من الملوك المشهورين جدا في بلاد العراق في الدولة البابلية الحديثة وقام بمد حدود دولته من الخليج العربي الى الشاطئ الشرق للبحر المتوسط فصارت في عهد بلاد العراق امبراطورية واسعة ضمت العراق وبلاد الشام نشوف السؤال اللي بعده رقم اربعة ما رأيك في قوانين حامورابي يا ترى يعني رأينا ايه في القوانين ديت طبعا هي القوانين كانت بتتسم بالشدة والصرامة ولكن نوافق عليها وده ليه لان احيانا المجتمع بيكون في حاجة الى مثل هذه القوانين يعني مثلا على اساس لو فيه فوضى فيه اترابات ففي الحالة ديت لازم القانون يكون صارم يكون شديد للحفاظ على الامن والاستقرار في المجتمع والقضاء على الفوضى والاترابات والجرائم السؤال اللي بعده ما العلاقة بين شبه الجزيرة العربية وبلاد العراق القديم العلاقة طبعا وثيقة لان جاءت من شبه الجزيرة العربية مجموعة من الهجرات التي سكنت بلاد العراق القديم وظهرت مجموعة من الدول منها الدولة الاكادية والدولة الاشورية والدولة البابلية الحديثة نشوف السؤال اللي بعده رقم 6 بين وجه الشبه بين الملك حامورابي والملك نبوخاز نصر الثاني وجه الشبه بينهم ان الاتنين بينتموا للدولة البابلية بس حمرابي ينتمي للدولة البابلية القديمة ونبوخاز نصر ينتمي للدولة البابلية الحجسة يعني كليهما ينتمي إلى مدينة إيه بابل يبقى ده وجه شبه بينهم طب فيه وجه كمان لأن كليهما مد حدود دولته حتى البحر المتوسط يعني الاتنين قدروا يمد حدود بلاد العراق حتى البحر المتوسط وكمان اتسموا بالكفاءة العسكرية والإدارية ده كده واجه الشبه بين حمرابي ونفوخاز ناصر الثاني نشوف السؤال رقم سبعة تعد نشأة الحضارة المصرية القديمة ونشأة حضارة بلاد العراق القديم واجهين لعملة واحدة ودح هذه العبارة طبعا نقول ان العوامل اللي قدت الى نشأة الحضارة المصرية تتشابه مع عوامل نشأة الحضارة العراقية في ايه؟ في ان كليهما قامت على الانهار نهر النيل في مصر ودجلو والبرات في العراق وايضا على الاراضي الخصبة مثل وديان النيل او الوادي في مصر ووادي النيل في مصر ووادي دجلو والبرات في العراق يبقى قاموا على الانهار قاموا على الوديان الخصبة والزراعة كمان على الموقع المتميز لكل الدولتين اللي ساعد على التواصل الحضارة السؤال الثامن بما تفسر كانت بلاد العراق القديم في حاجة الى القوة العسكرية نقول طبعا لان القوة العسكرية تعمل على حماية البلاد والدفاع عنها وتأمين حدودها وتوسعها تسعة اكدت اثار محافظة الجيزة على عمق العلاقات المصرية العراقية قديما دلل بالامثلة لسا طبعا ايلين المثال هو وجود الاختام الاستوانية الاربعة في جرزة بمحافظة الجيزة ده دليل على ان في تواصل اقتصادي كان موجود بين مصر وبين العراق لان هذه الاختام تنتمي الى حضارة الورقاء وجمدة نصر ودي حضارات ظهرت في بلاد العراق السؤال العاشر ما رأيك في السياسة التي اتبعها الاشوريين مع الشعوب التي سيطروا عليها فاكرين السياسة طبعا هما كانوا بيعملوهم بالشدة والقصوة والعنف وكمان اهملوا استغلال سروات البلاد وده اللي خلى الشعوب في البلاد اللي سيطروا عليها يقوموا بالعديد من السورات ضد الاشوريين فانا رأيي في هذه السياسة اننا لا اوافق عليها لان المفروض ان احنا بنعمل الشعوب بالاحترام والتقدير نقدر معبوداتهم نقدر حضارتهم واثارهم كمان نترك لهم قدر من الحرية في التعبير كمان ممكن نقول ان احنا لازم نستغل سروات هذه البلاد او نحافظ على هذه السروات ونحاول ان احنا ننميها لكن الاشوريين عملوا عكس ذلك طبعا رقم 11 ما العلاقة بين الحضارة الاشورية والنظم العسكرية في بلاد العراق الخدمة العسكرية في العراق كانت الزمية وقت الحرب فقط لكن عندما جاء الاشوريين جعلوها دائمة رقم 12 عادة ما يختلف التقسيم الطبقي للمجتمع حسب اختلاف الظروف الاقتصادية دلل على ذلك من خلال فئات الطبقة الدنيا في المجتمع العراقي القديم نقول الدليل على كده ان الطبقة الدنيا في المجتمع العراقي القديم كانت بتضم الفقراء الذين يستدينون ولا يستطعون وفاق ديونهم بسبب الفقر يبقى دا دليل على ايه؟ دا دليل على ان التقسيم الطبقي للمجتمع بيختلف حسب الظروف الاقتصادية رقم 13 اسب السحة العبارة الاتية كان للدين في المجتمع العراقي مكانة كبيرة الدليل على كده ان الاله كان هو حاكم المدينة والملك كان يعتبر وكيله في الحكم يعني كانوا بيعتبروا ان الاله هو الحاكم الفعلي للمدينة والحقيقي للمدينة اما الملك دا هو عبارة عن وكيله في حكم البلاد خير دليل طبعا عندنا هو صور الملك حمرابي لما قام بتمثيل نفسه وهو بيتلقى القوانين من الاله شمس اله الحكمة والعدل كمان كانت الاعمال الهمة بتتم في المعبد مثل تتويج الملك دا طبعا دليل على ان الدين في المجتمع العراقي كانت له مكانة كبيرة نشوف السؤال الرقم 14 ما العلاقة بين السومريين والحضارة العراقية القديمة هنقول ان السومريين توصلوا الى اختراع نوع من الكتابة هو الكتابة المصمارية واللي كان لها تأثير طبعا كبير في ان هي العراقيين استخدموها في التدوين تدوين الوسائق والسجلات ومن خلالها قدرنا نتعرف على تاريخ بلاد العراق القديم السؤال رقم 15 برهن على صحة العبارة الاتية تواصلت مصر القديمة مع حضارة بلاد العراق القديم في عصر الدولة الحديثة احنا خدنا ايه بقى احنا خدنا طبعا انتقال عبادة الاليها عشتار من بلاد العراق القديم الى مصر في زمن الملك رمسيس الثاني وده من ملوك الدولة الحديثة خدنا مثال اخر على وجود تواصل بين مصر وبلاد العراق القديم عندما وجدنا طبعا ختم الملك حور محب استخدام الاختام مثل ختم الملك الملكي للفرعون حور محب وده بيدل على ان كان فيه تواصل بين مصر وبلاد العراق سؤال رقم 16 بين وجه الشبه بين فن النحت في مصر الفرعونية وفن النحت في بلاد العراق الاتنين تشابهوا في ان التماثيل اللي عملوها العراقيين كانت تماثيل السيران المجنحة كانت برأس انسان وجسم طور اما بالنسبة لمصر كانت تمثال ابل هول وده كان ايه رأس انسان وجسم اسد يعني كان فيه تشابه بين النحت عند مصر والنحت عند العراق ودلوقتي نشوف الامتحان دوت على درس العراق ايضا سؤال الاول اكثر ملوك العراق القديم تشابها مع الملك حامورابي مين اكتر ملك من ملوك العراق تشابه مع الملك حامورابي نبو خاز نصر الثاني ولا سرجون الثاني ولا سرجون الاول ولا سان حريب طبعا هو نبو خاز نصر الثاني واحنا قلنا لان الاتنين كانوا من مدينة بابل والاتنين كانوا بيتسموا بالمهارة العسكرية والادارية والاتنين قدروا يمدوا حدود دولتهم حتى البحر المتوسط سؤال الثاني من ازهى فترات التواصل الديني بين مصر وبلاد العراق القديم عصر انا وعصر بقى الانتقال الاول ولا الدولة القديمة ولا الوسطة ولا الحديثة طبعا خلاص احنا عرفنا هو عصر الدولة الحديثة اللي انتقلت فيه عبادة الالية عشطار زمن رمزي ستاني واللي وجدت فيه الاختام طبعا مثل ختم الملك حور محب او استخدام الاختام مثل ختم الملك حور محب رقم ثلاثة ازهرت الاثار العراقية التي عصر عليها في جرد مدى تفوق حضارتي الورقاء وجمدة نصر في الجانب الجانب ايه الثقافي ولا الاقتصادي ولا السياسي ولا الديني طبعا هو به في الجانب الاقتصادي انتشرت عبادة الاله شمس في العراق القديم في الدولة الدولة ايه اللي لقينا فيها عبادة الاله شمس طبعا منتشرة الاشورية ولا البابلية القديمة البابلية الحديثة الكلدانية هي البابلية القديمة عندما سور الملك حور محب نفسه ويتلقى القوانين من الاله شمس فكانت عبادة الإله شمس منتشرة طبعا في هذه الدولة خمسة من مبادئ قوانين حم ورابي معاقبة كل من يخطف الأطفال أو يسرق أو يجري عملية جراحية تؤدي لوفاة مريض تدل العبارة السابقة بتدل على إيه؟ مناصرة الدعفاء والوقوف بجوارهم ولا التمسك بالمبادئ الدينية المساواة بين طبعات المجتمع التأكيد على الإخاء في المجتمع هنختار إيه؟ من الأقرب للصحة هنا؟ طبعا هو مناصرة الدعفاء والوقوف بجوارهم نشوف السؤال اللي بعد كده رقم 6 كان للمعبد مكانة خاصة في نفوس العراقيين القدماء فبجانب وظيفته الدينية كانت له وظيفة قلنا المعبد كان ليه وظيفة الدينية وطرى وظيفة إيه تاني؟ سياسية ولا اقتصادية ولا قضائية ولا عسكرية؟ طبعا هي كانت وظيفة سياسية ليه؟ لأن كان بيتم فيه تتويج الملك دي الوظيفة السياسية اللي كانت للمعبد بجانب وظيفته الدينية أمامك سورتين لأبو الهول والسور المجنح ترتبط العلاقة بين السورتين بإيه؟ طبعا ده رمز الحضارة المصرية ده رمز الحضارة العراقية وشايفين وجه الشبه هوت بينهم إن تمثال أبو الهول رأس إنسان وجسم أسد التمثال هنا رأس إنسان بس جسم إيه؟ جسم سور بس بالإضافة طبعا إلى الأجنحة ده بيدل على التشابه في المعتقدات الدينية ولا الحرص على تخليد ملوك الدولتين؟ ولا التأثير المتبادل بين الحضارتين؟ ولا الاهتمام بالنزع العسكرية؟ الإختيار الصح هو التأثير المتبادل بين الحضارتين إن كان فيه تأثير بين الحضارة الفرعونية والحضارة العراقية نشوف السؤال رقم 8 السؤال بيقول لي أدى اختراع الكتابة المصمارية في بلاد العراق القديم إلى الاهتمام بالصناعات المعدنية؟ ولا ظهور وظيفة جديدة للمعبد؟ ولا التواصل الحضاري مع مصر؟ ولا استراد ورق البرد من مصر؟ طبعا اختيارنا الصح هنا هيكون ظهور وظيفة جديدة للمعبد وهي وظيفة إيه؟ وظيفة التعليم إن كان بيتم فيه أيضا التعليم تعليم الشعب نلوقتي نشوف السؤال رقم 9 تعرضت بلاد العراق القديم للاستعمار الغربي إلى أول مرة على يد ناخد بالنا بس طبعا من العبارة لأن هنا بيقول لي الاستعمار الثالغربي لو قال لي أول من استعمر بلاد العراق اللهم أدعى لأضع الحكم الوطني في العراق طبعا هيبقى اختيرنا هو الفرس ولكن هو بيقول لي الاستعمار الغربي اللي جالهم من جهة الغرب يبقى دولة يترك أنوا مين؟ هنحن نستبعد بقى الفرس؟ يترك أنوا المكدونيين ولا الرومان ولا الفنكيين؟ لا طبعا هم المكدونيين الإسكندر المكدوني اللي جاء وقدر أنه هو يقضي على الفرس ويستولى على بلاد العراق من أيدي الفرس يبقى ناخد بالنا يعني هقول تاني لو جالي قال لي تعرضت بلاد العراق للاستعمار لأول مرة من غير كلمة الغرب دي على يد يبقى هنا اختيارنا هيكون الفرس لأنهم أول ناس احتلوا العراق وأضع الحكم الوطني فيها عندما قام كورش ملك الفرس بالاستلاء على بلاد العراق وده كلام ده كان سنة 538 قبل الميلاد وأضع للدولة القلب بلاي الحديثة ولكن بعد كده قدر الإسكندر المكدوني وده قدم من جهة الغرب إنه هو يستولى على العراق من أيدي الفرس يبقى اختيارنا هنا طبعا هيكون المكدونيين نكمل عشرة تعددت الآلهة في بلاد العراق القديم بسبب تعدد الآلهة كان بسبب تقديس الزواهر الطبيعية ولا الإيمان بالحساب بعد الموت ولا الاعتقاد في البعث والخلود ولا عبادة الآلهة من حضرات أخرى طبعا هو الصح هنا هيكون تقديس الزواهر الطبيعية أمامك رسم تكويني لحضاء جباب للمعلقة التي شهدها الملك نبوخاز نصر الثاني استنتج أهم الأفكار التي وردت إليك عند مشاهدة هذه الحضائق طبعا ايه أول حاجة يعني نفكر فيها لما بنشوف حضائق بابل المعلقة طبعا تقدم العراقيين في الزراعة إنهم يقدروا يعملوا هذه الأشجار والحضائق الجميلة ده دليل على تقدمهم في الزراعة ومش كده وبس تقدمهم كمان في ايه في فن العمارة زي ما احنا شايفين أهوت وإيه كمان وعشقهم للجمال إنهم ينفذوا دوت بشكل جمالي مبدع حتى إنها كانت بتعدم إحدى عجاب الدنيا السبعة يبقى تقدم العراقيين في الزراعة والعمارة وعشقهم للجمال السؤال الرقم 12 بما تفسر تعتبر بعد حضارات بلاد العراق القديم زي تأصول عربية طبعا الدليل على كده أو تفسرنا للظاهرة دي إن معظم الدول اللي قامت في العراق كانت جاية منين من شبه الجزيرة العربية كانت عبارة عن شعوب هاجرت إلى العراق من شبه الجزيرة العربية لذلك حضارات بلاد العراق زي تأصول إيه عربية ما الدروس المستفادة من سكوت الدولة الأشهورية نستفيد إيه من كده طبعا إن إحنا لازم نعامل الشعوب اللي إحنا في الدول اللي إحنا بنفتحها معاملة حسنة لازم طبعا ينمي سرواتهم لازم ما نستخدمش الظلم والقصوة والاستبداد والعنف معاهم يبقى الظلم والاستبداد وأهمال شئ سروات البلاد ده بيؤدي لصخط الشعوب وصورتهم وأن القوة وحدها لا تكفي للحكم مش كفانك تبقى قوي علشان تقدر تحكم وتستمر وحكمك يستمر لكن لازم كمان يكون مع القوة دي تكون فيه رحمة وفيه عدل السؤال رقم 14 برهن على صحة العبارة الآتية كانت القوة العسكرية محور مهم من المحاور التي قمت عليها الحضارة العراقية طبعا الدليل على ذلك استخدام بعض ملوك العراق للكوة العسكرية في توسعاتهم الخارجية ومد حدود دولتهم وخدنا أمثل على كده زي مين خدنا مثلا سيرجون الثاني وخدنا نبو خاز نصر الثاني ما العلاقة بين الدين والقانون في حضارة بلاد العراق فيه طبعا علاقة وصيقة ده ظهر في قوانين حمرابي عندما صور نفسه ويتلقاها من الإله شمس إله الحكمة والعدل ده دليل على أن الدين والقانون في بلاد العراق كان فيه علاقة بينهم وفيه ارتباط وصيق بينهم وبين بعض بكده بنكون خلصنا مراجعتنا النهاردة طبعا خدنا فيها مجموعة كبيرة من الأسئلة بالإضافة للأسئلة اللي خدناها قبل كده طبعا يبقى ده عندنا بن كأسئلة لبلاد العراق إن شاء الله الامتحان ما يخرجش عن هذه الأسئلة أشوفكم على خير بإذن الله في دروس جديدة ومراجعات جديدة ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة وتحاولوا أن أنتم تعرفوا زمايلكوا بالقناة على أساس أنهم يعني أنه قدر نوصل الفايدة لأكبر عدد ممكن أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة